احنا منتكلم مع حضراتكم في بداية الحلقة احنا منتكلم عن موضوع بقى الدايت وخسارة الوزن والناس اللي عايزة تدخن يعني فيه كل واحد كده عنده متطلباته في موضوع الوزن لكن الاغلبية بيبقى المشكلة عندهم فيه خسارة الوزن اللي تبقى بالنسبة لهم حلم بقى فيه طرق كتير الحقيقة لموضوع التخسيس بقى من رجيم دايت أنظمة غذائية مختلفة فيه البعض بيلجأ لها وصفات شعبية بعد الآخر بيلجأ لأدوية تخسيس لكن أعتقد أنه أخطر حاجة أنه فيه ناس ممكن تستخدم أدوية الغدد والسكر والكبد لخسارة الوزن وده بيعتبر أمر في غاية الخطورة خلينا رف التفاصيل دي أكتر من دكتور ماروان وحس تشاري التخذية العلاجية نورها في الستوديو دايما نضيفها عزيزة علينا صباح الفن أنا اللي ببسط وانا معيك وتماني صباح الفن هنا مريد بقى في موضوع الأدوية ده الناس من تبقى عايزة أي حاجة تسهل لها موضوع الدايت ونزول الوزن وانحنا حاجات تقفل الشهية وما ناكلش كتير نحن مجبود انحنا نبوع ده ما بنقدرش عليه بالذات في الشتر بالضبط الأدوية بقى دي هل هي آمنة مش آمنة موضوع الحقن ده عبارة عن إيه طيب ده موضوع مهم جدا 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 بالنسبة لي كطبيبة بشرية لأنحنا بنعاني من القصة دي زي ما حضرتك قلت أدوية كبد أدوية سكر أدوية أدوية حاجة إيه ده علاقتها بالوزن إحنا بالنسبة لنا كده كترة فيه حاجة اسمها أدوية للأدوية من المنظمات العالمية زي الاف دي اي فيه أدوية 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 مضادة للسمنة دي اللي أقدر أوصفها أنها تقدر فعلا تساعدني على الخصية بصورة آمنة لكن أنا ما أخد دواء سكر وأنا مريض سكر أنا مش مريضة سكر فهاخد دواء سكر أكيد هيأثر على حاجة أكيد ممكن يجيب لي هبوط أكيد ممكن يجيب لي مشاكل حد الأدوية الأدوية أدوية أو المواد الموجودة في العالم إنها ممكن تنازل الوزن هم خمس مواد معروفين فيه منهم حاجات في مصر فيه حاجات ما نزلتش مصر خاصة كمية بقى الأعشاب اللي بتتبيع والأدوية اللي بتتبيع أونلاين والناس الوصفات حركتوا قولي ده أنا مش عارفة مين خاصة على كذا فيه ناس فعلا بتخش العناية المركزة بسبب الحاجات دي يمكن كنا لسه عاملين لقاء لأن أنا باهتم جدا بالموضوع دي مع أستاذ كبير بتاع كبد وكنا على هوا بنتكلم فهوا كان بيقول إن كمية ناس الكبد بوضت ودخلوا الرعاية المركزة وابتدوا يتعالجوا وما كانوش عارفين يعني المريض ما بيقولش إن أنا خدت أدوية الرجيم لأن بالنسباله دي أعشاب طبيعية هو مش بالنسباله إن ده دوا دمرت عضو مهم في الجسد علشان أخس فتمالي حتى وده بياخد وقت يا دكتور؟ طبعا الناس بتأبيوز الحاجات دي لأنها يعني موجودة متوفرة بتتبع أونلاين من غير رقابة يمكن وإنا دخلت لوقتي حد بره بيوريلي الأعشاب حضرتك اللي بناخدها عساس إنها طبيعية قلت لها دي أنا بس عايزة أوصل للناس ما فيش أعشاب بتسد النفس عشان دي حاجة مهمة جدا جدا لو فيه أعشاب ممكن نشربها بتسد النفس كانش حد غلب كانش حد بقى تخين أصلا لأنها رخيصة ومتوفرة معنى إنها بتسد النفس إنها بتعمل كيميكال ري اكشنز في حاجة زي المخ أو وتافر أنا بس مش عايزة أخوف الناس بس دي الأمانة إن كان فيه دوا موجود كان دوا طبي وابروف من الاف دي ايه الفكرة إنه ببقى دوا لازم يبقى دوا شركة أدوية معروفة وليه بامفلت؟ ماينفعش دوا كارتونة كده مكتوب عليها أي حاجة ما فيش بامفلت ما فيش شركة مش معروفة دي ايه ده كده نقول عليه تحت السلح ده كده نقول عليه تحت السلح حتى ما كنا بنتكلم المعلوم فاتت على فيكسين اللي هو بتاع الإنفلوانزا وكده لا فيه فيكسينات نزلة في المصل والرقاح أو حاجات معينة لكن الحاجة ما حاجة يركبها لي عملت مشاكل صحية لديه صحية بعد ما نزلت للناس كتير اللي قالوا إنها بتعمل مشاكل في القلب مش عالمخ زي ما الناس فكرة فالدوية تسحب في 2010 فبراير سحب من العالم كله في ظرف كام يوم المادة دي هي اللي لسه كانت موجودة بتسد نفسها بتضيح خط المادة دي مع أي حاجة ويقولك أعشاب مية في المية والمادة دي موجودة هي اللي بتسد النفس اكتشفو بقى اكتشفوه هي معروفة إن هي دي المادة الوحيدة اللي كانت موجودة فالمادة دي بتأثر على القلب فناس كتير تاخد لأدوية تقولك إيه ضربات قلبي سريعة قوي ما بنامش بتعصب بتلعب على المخ بطريقة مش صحية ومش آمنة وبتأثر على العضلة القلب لإن ما تسحب كان فيه تسعة ماتوا بالقلب مش عشان حاجتين فأنا دلوقتي بنخص ليه ناس كتيرا بتخص عشان شكلها بس بس أنا طبعا لي بقول هي الخصية مش شكل بس إحنا صحتنا الأول يعني الوزن المثالي مسته في صحتنا في مناعتي في صحيتي في إن الكوليسترولي يبقى مزبوط في إن صحة قلبي صحة أعضائي ده الأكل الصح اللي بناكله في ساعتها هيبقى وزني مثالي لكن أخد أي حاجة عشان نخص هي زي مجموانة قالت إحنا كلنا عارفين نخص إزاي مش سر يعني كلنا عارفين بنكل كذا فبندخن قاعدين بردنين فبنقعد ناكل أكتر قاعدين في الشتاء فبنقز أسبليل قدام التلفزيون لو بطلنا هنخص محدش قادر يعمل ده فبنلجأ لحاجات سهلة بس صدقيني أي حد لجل الحاجات دي سواء ضر صحين أو لا تخم بعديه أكتر مخص بكتير لأن أنت بتنزلي بطريقة مش آمنة بيسد النفس خالص لأنه بيقفل اللي هو مركز الجوع في المخ بيقفله خالص فأول ما بيتشال الانهباشن ده طبيعي إنه رجع أكل بنهم أكتر فلو ما عملتش مش هقول نظام غنزائي وضايت عشان الناس ما تحبش الكلمة دي وأنا موافقهم للناس بتزهر لو ما تعلمتش غيرت المينسات أو غيرت دماغي إن أنا أتعلم عدات جديدة أو أبطل عدات سيئة حفظة طول عمري بدخل لأن إحنا بنسمي السمنة مرض مرض الأمراض كمان والسمنة بنسميه يعني مرض بيرجع ومزمن يعني أنا لو جسمي قابل للسمنة حفظة طول عمري جسمي قابل للسمن عملت عملية خدت دواء عملت واتفر يعني مهما خسيت ورجعت العدات السيئة تاني حرجع برضو أدخن تاني فاللجوء للحاجات دي لازم لازم ده مش option تحت إشراف طبيب ويمكن بره مفيش أي دواء بيتصرف غير تحت إشراف طبيب أو بروشدة دوائية مختومة أو من مصدر فيه صحيح دواء السكر اللي أنت بتقولي عليه أول حقا أو كذا بقى فيه في مصر أدوية approved إنها anti-obest drug أو أدوية مضادة للسمنة متجربة في العالم بقى لها كتير نزلة في العالم كله بقى لها كتير آمنة آآ آمنة مش للسكر فيه منهم هما شبه بعض فيه منها للسكر ده المريض السكر وفيه منها للسمنة لازم نفرق من مريض السكر وواحد عنده مقاومة إنسولين وواحد عنده سكر تراكمي عالي يعني فيه حاجة اسمها ضعيباتك وبري ضعيباتك فيه حاجات كتير مين اللي بيقرر تاخدي ده وما تاخديش ده؟ الطبيب مش أنا من نفسي يعني إحنا حتى هالانتباعاتكس اللي بياخدها مش صح إن اخدها من نفسي مش صحي يا لولادنا مش صح إن اخدها من نفسي حلي قلت من شوية إن فيه خمس حاجات هم المواد اللي فعلا بيخسروا فيه بعضها نزل في مصر وبعضها ما نزلش أدوية لا ده أدوية كيميائية ده أدوية مش مواد يعني لا يعني مواد كيميائية هي الأدوية ففي منهم اتنين في مصر نازلين في مصر ما هي مادة ايه مثلا؟ يعني مادة اسمعها اليريغلوتايد او جي ال بي وان اجنس ومادة الأورلستات ودي بتمنع متصص 30% من الدهون اللي في الوجبة بتنزلها برا الجسم سيمكن الأورلستات زي ما حديك قلت بتطلع الدهون برا الجسم مش الدهون الجسم برضو شان نسمة لغبات الدهون اللي في الوجبة يعني انا اكلت واجبة فيها مثلا 100 جرام دهون 30% من جرامات الدهون دي هتنزل برا الجسم والجسم يمتصر 70% فقليت شوية الدهون تبقى عارفة تغدير الضمير بالضبط لايبنا خدها في الفريمين بتساعد بنسبة 10% مع اتباع نظام غذائي المادة التانية اللي اسمها ليريغلوتايد او جي ال بي وان اجنس دي مادة برضو بتطلع بتشتغل على الامعاء وبتشتغل بطريقة معينة انها تقلل بتثبت مستوى السكر في الدم فتقلل النهم للحلويات والنشاوات واي حد بيدخن بيدخن عشان بيأكل ينشاوات يا سكريات معاها دهون بق يعني تبقى البطاطس محمرة تبقى كيكة بالزبدة وتابر فدول المادتين الابروفت او الطبيع اللي موجودة اي حاجات تانية في حاجات امنة اسمها مكملات غذائية يعني اللي هي حط مثلا قلياف في مياه واشربها فتنفش في المعدة فتخدم مفيش منها ضرر خالص ومالهاش اعراض يعني سواء الاولستات او ال جي ال بي وان اللي هي المادة اللي هي الرجلوتيت بيبقى ليهم اعراض انا ببقى عرفها فلازم اممعد معا حد جاي ياخده قوله لو حصل لك كذا او كذا او كذا دي من المادة دي هي دي كلمة الابروفل او ان انا طبيبة فانا عارفة بتكلم على مادة عاملة ازاي لو اخدت المادة زي الاولستات ممكن يحصل كذا كذا سجزة منها لو جالك مثلا راشف جدا مش منها فنبقى فاهمين راسنا من رجلين مش اي حاجة تطلع شعر يقع يبقى من دي عشان كده هو عليه دراسات وانا واخدى الاستادس بتاعته واخدى الابحاث بتاعته عرفاها راسها من رجلين مكملات الغذائية بيبقى ملعاش اعراض خالص بتبقى مكملات غذائية يعني الياف بتنفش في المعدة لو شربت مية مواد طبيعية زي مثلا مادة الكروميوم بتساعد شوية في الميتابوليزم بتاع النشويات فتساعد شوية اللي بيخس بيخس بيعمل ايه مش قاعدة باكل عادي وقاعدة على السرير في البيت فرشة بيدسة وحاجات كده وباخد الحاجات دي هتخسسني انا بعمل نظام غذائي ياريت لو فيه اتباع رياضة بتساعد وباخد الحاجات دي تساعد ان الموضوع يبقى اسرع مش ان احنا هنبقى قاعدين حتى اللي بيعملوا على فكرة عمليات تكميم لوما بمسا ممكن يقوم شايل 80% من معدته بيتخانوا بعد سنتين وتباتل ايه ده ما تغيرش فرجعوا للهابتس تاني العشرين فلمين اللي تبقت من المعدة بتدينا نضغط عليها فابتدت تكبر تاني بالعادات الغذائية اللي ما تعدلتش فبالتالي انا رجعت 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 تاني مرض السمنة يتحكم فيها وابتديتها تتخان تاني رغم ان يشال 80% من معدتي فمهم جدا جدا بدان في دواء مادة كميائية بتخش جسمي يبقى تحت اشراف طبيب ان شاء الله روح مرة تطمن ان ده سوته بالليه او هينفعني ولا لا وان الجسمي ما فيوش اي مشكلة بسببها ما بخسرش الوزن طيب دكتور حضرتك كلمتي عن موضوع العمليات تكميم دي واحدة من العمليات فيه حاجات كمان دلوقتي ببقيتش عمليات يعني فيه مش عارفة ايه بيروحوا الدكتور بياخدوا حاجة بيل معينة او كابسولة معينة بتنفش في البطن فالوزن بيخس جدا في وقت قليل جدا واناش سعرها الحقيقة ما بقاش اصلا غالي ده غير بقى ان فيه انماط كمان اللي تدفع فبقيت موضوع متسهل قوي ده صح ولا غلط بسي احنا تمالي برضو بنقول مفيش حاجة صحة للجميع وغلط للجميع بس احنا عندنا بروتوكول عالمي لعلاج السمنة لازم الناس تبقى عارفة ان عمليات البرياتريك سيرجرز او العمليات دي مش عمليات تجميلية مش زي ما اروح اعمل مناخيري مثلا دي عمليات تجميلية بحتة لكن الحاجات اللي بتختص بأعضاء الجسم مش عملية تجميلية تتعامل عمالة على بطال بروتوكول علاج السمنة يعني ايه يعني ابتدي انا اغير الهابتس بتاعي اغير الماينسات ابتدي اقل الاكل يحاول مش لازم اروح لدكتور كمان يعني انا عارفة ان دي ما بتبقاش ابليك بالقوي الناس كتير بس على اقل اعرف اني بقل الاكل بطريقة معينة بعمل رياضة بغير الهابتس ده اللي انا بكلم اما نبتدي ونحاول فيها مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة وتفشل بالروح على تاني خطوة في البروتوكول اللي هي العلاج الدوائي الامن لعلاج السمن يعني لازم تتقل كده مش الادوية كلمة الادوية دي كلمة عامة جدا علاج احنا كأطباء لو رحنا لدكتور لو اي حد رح له دكتور قلبة ودكتور كابت كتاب له دواء خلاص هو عارف ان الدواء ده دواء كل عالم مش اختراع لكن موضوع التغذية فيه لعب كتير وفيه مش عايزة اقول ناصب بس فيه ناس بتقع في ترابس كتير نتيجة الحاجات عشان فلوس يعني عشان ببيع دفع بيجيب فلوس كتير بس هو مش أبروف ديش وهم الناس تضر لا مش فيش حاجة اسمها كده انا في الاخر صحتي هي الاساس عندي فتاني حاجة الفارماكو ثيرابي او الادوية الامنة اللي متخصصة في علاج المرض ده تالت حاجة اللي بنلجأ لها البرياتريك سورجز او العمليات ايا كانت مين اللي بيحدد الدكتور نفسه الجراح برضو مش انا نفسي اعمل كده لانها مش عملية تجميلية انا كان يقولك انا نفسي اروح اعمل عملية في منخيرة زيوية مثلا بتقولين لا منخيرك حلو دي بمزاجي حرية شخصية حرية شخصية خلاص لكن دي عملية بنك بتدخلي حاجة جوه جسمك بتفكر كل لها بنك كل العمليات دي بنك حتى البسيطة الا الكبسولة دي مش ببنك لان دي بتتبلع بس اي حاجة تانية على اقل بسيديشن يعني حتى الحاجة التانية بتدخل بمنظار فببقى فيه زي تخدير بسيط بس قصدي انا بدخل اه امينة طبعا بس مين اللي هلقرر انا اعمل دي ولا اعمل سليف ولا اعمل باي باس ولا اخد الكابسولة الدكتور الجراح يعني الناس ما تستسهلش اه في حاجات الناس ساعات ما بتقدرش تاخد الأدوية او ما بتقدرش تعمل بتلجأ لدي يعني الامام بتاعها او السفيريتي بتاعتها او ان انا باخد بنج كلي او بتخدر او بشيل حاجة من الجسم طبعا مختلفة درجات الامام مختلفة بس معلش اللي يقرر مش انا برضو الدكتور الجراح ده اختصاصه يقرر ويطمني ويقول لي يعني ممكن يا جرام انها ايه ممكن تتبني في ايه في ناس بتحط الحاجة البسيطة الكابسولة دي وتتعب جدا بعدها بعدها بتستحملش بتضطر تشيلها بتضطر يساعدش لها بعملية او ببنج فمين لازم يبقى بتابع معي الدكتور مختص هو اللي يرشح والمناسبة لازم برضو معاها دايت يعني هي مش بناخدها ونأكل اي حاجة برضو برابو عليك كل الوسائل دي سواء الفرماكو تيرابي او العلاج الدوائي او العلاج الجراحي لازم يبقى مصاحبه لايف ستايل موضيفيكيشن ودايت بس الدايت بيبقى خاف الحاجات دي بتخليني قدر اعمل الدايت وانا في العادي مش قدر اعمالها فبتساعدني ان نقدر اعمله لكن زي ما قلت لا محالة ان انا لازم حاخد بالي من اكلي هغير الماينسات هغير الهابط عشان تبقى مش ري لابسنج او ما ترجعش تاني لان زي ما بتدفع قلت حالا بنعمل كل حاجات دي بندفع فلوس بنخش عمليات ونرجع ندخن تاني فلو ما غيرناش الماينسات مش هيحصل كده العطارين يعني ملازق امن لناس كتير جدا بتبقى عايزة تخص وبتروح وبتسأل الكارسة هنا بقى كمان عندك حد نص متعلم وانوش علاقة اصلا بالطب يعني على الاقل لو قف الصيدلية عنده بعض الخبرة صح الدكتور عنده كثير من الخبرة ده بقى حد جاهل وبيقولك المادة دي تعملها خلطات وخد ده في حباية قال لي تاخد الحباية دي تنظف لك القولون تطلعت مصيبة وده اللي بقول عليه على فكرة يعني المفاجأة ان في حتة الخصية فيش مستوى الناس كلها عايزة تخص فللأسف المستوى الالتعليم العالي جدا والتعليمه متوسط او كده كله بيلجأ لنفس الحاجة يعني لو حد مستوى عالي جدا يا دكتور يا عطار ما حدش بيكتهد ويروح جم ولا ملده يعني هو اللي بيعمل كده عادة ما بيتخنش يعني اللي واخد باله مجتهد مدخر رياضة أسلوب حياة يعني هم بره على فكرة في بلد أوروبية وبره كتير الأجانب كتير نهم بيأكلوا وتبص طول ما بيأكلهم والرفيعين ليه الرياضة جزء أساسي الايطاليين أكلهم بيزا وقاستا حركة حتى لو مفيش رياضة الحركة عندهم مشي كتير عندهم عجل كتير ربا عليك احنا نفسنا ما بنسافر بره بناكل ممكن أكتر ما بنأكل هين أكل جديد وغريب وكده كتر ما بنمشي صحيح لا يوجد مواصلات لا يوجد العربية اللي تحت البيت لا يوجد المكتل بعدين وبنرجع مش هقول لك خاسين بس مش تخننين صحيح وبعدين هي الرياضة لجسمي بس يعني أنا عشان بدخن فأنا هعمل رياضة ولا عشان لصحتي عشان لصحة قلبي لصحة ضغطي سترس رليف اللي احنا عندنا أغلب الناس بلاتي بقوا يعني ايموشنال ايتر يعني ايموشنال ايتر بنتضيق بناكل بنزعل بناكل قاعدين في البيت زهقانين بناكل كل الحاجات دي الرياضة بتزبطها مثلا بتزبط هرمون السعادة بتزبط أما حد تلاقيه عملت روحتي الجام يوم جامد لاني نفسك رجال سنمتي مش قادرة مش قادرة أصحر زي كل يوم فهي منظومة الحقيقة فهي لا دوا بس ولا عشاب بس ولا دكتور بس ولا رياضة بس كمان لان برضو لو بعمل رياضة وباكل زيادة عن طاقتي برضو مش حافظ على صحتي ممكن جدا الكوليسترول يعلى ممكن جدا اتعرض لأمراض كتيرة زي أمراض السكر فمعليش هو العطار ده انا روح اجيب من عنده كوركوفر ونجيب من عنده كاريب وعارات دي وظيفته هو مش صيدالي والصيدالي مش دكتور بس عايزة تقوليني مفيش حاجة من عنده يعني وأجدادنا كانوا بيعملوا ايه يعني أكد عنده حاجات يعني الجنزبيل مثلا أثبت علميا إنه هو بيحرق لسه كنت أقولك الجنزبيل والشاي الأخضر والقرفة بتسابق مطاف بكر في الدم والماتشا دي شاي الأخضر بس في أكتر مضادات أكسادة عالية جدا في فرق بين إنه زود حرقي وفرق إنه خس بدليل الشاي الأخضر أما طلع فاكر أما طلع علينا من 10-15 سنة الشاي الأخضر بيحرق كنا كلنا ناكل جاتو ونشرب شيخدر ناكل فتا ونشرب شيخدر كله بيتخن الحاجات هي أثبتت عليها فعلا مضبطة علمية أما بخدها بكمية معينة لمدة 3 شهور مع اتباع نظام غذائي ورياضة شو أنا قاعد كده باكل جاتو بسبوسة وفتا وبشرب شيخدر أو ماتشا أو جنزبيل أو كده كانش حد غيلب برضه كان يبقى فيه ناس بتعمل عمليات ليه كان فيه ناس عندها سمنة مفرطة ليه مجان زميل متوفر ورخيص والكمون متوفر ورخيص والقرفة متوفرة ورخيصة واللمون على الزبادي كل القصص دي احنا حتى في المؤتمرات الطبية بنقول خرافات ما كانش حد غلب ما كانش يبقى سماعها مرض لأنها متوفرة ورخيصة متوفرة في العالم كل فعملوا يعني ليه حيطلعوا بأدوية عمالين يعملوا أبحاث شطلعوا بأدوية لو الحاجات دي لكن تساعد صحية مضادة للتهابات مضادة للأكساد طيب دكتور سريعا جدا عشان في نعيز حتى في نمضي الإجابات ومشاركتها سؤال الحلقة كله أنا لو أعرف دايت أو لو أعرف نظام غذائي ممكن أمشي عليه أكيد هبدأ أمشي على النظام ده حال لو هتقول لنا نظام يتماشى مع كل خلينا نعمل كل الفئات ويكون سهل وبسيط والناس كلها تقدر نهاية تمشي عليه هيكون إيه طبعا يعني هو السؤال ده عام شوية أنا كمتخصصة ما بحبوش قوي لي لأن الحالة المرضية مختلفة الجسم مختلف نحن نكلم شخص سليم ما عندوش ما يمنع أنه يخص بشكل طبيعي طيب مبدئيا كده هنحد من النشويات النشويات بنا أكلها كتير جدا في الكولتور بتاعتنا يعني محشي وعيش كتير قوي وبطاطس كتير قوي هنحد من المقليات يعني ندخل الفرن هنخف في وجبة العش يعني وجبة العش يريد تبقى ما فيهاش نشويات كتير أو أخف وجبة في اليوم من حيث النشويات لو أي حد عايز يخص هيقسم وجباته مبدئيا ثلاث وجبات في اليوم هيشرب مياه كويس قوي بالذات قبل الأكل المياه الساعة بتحرق زيادة عن المياه العادية لو أخد في النص هياخد وجبتين بنسميهم وجبات بينية أو لسناكس ودي بتبقى وجبات خفيفة في الصعرات فما ينفعش أكل واحدة باتيقة دي كده تديني 900 سعر وقل دي سناك تبقى فاكها خيار زبادي حاجات كده فهنقسم وجباتنا من 3 ل 5 وجبات في اليوم هنشرب مياه كويس جدا من 2 ل 3 رتري في اليوم لو ساعة بتحرق أكتر ياريت نشرب قبل الأكل ياريت العش هتبقى أخف وجبة ولو حد من اللي بيسمعني عايز يخص هيبتدي يقلل كميات أكله بالتدريج ودي ببساطة من غير ما نحد اللي بيأكل رغيف أو اللي بيأكل نص اللي بيأكل نص هيكل ربح اللي بيأكل رغيف هيكل 3 أربع اللي بيأكل رغيف ونص هيخليهم رغيف واحد ولعاشى بقى أقل واجبة في النشويات والدهون عشان ما تبقاش واجبة تقيلة كده هيخص من غير مجهود خالص ومن غير ما يروح لدكتور ومن غير ما ياخد أدوان ده أمر طبيعي وخصوصا لو تكلمنا كمان في النظام اليوم ازاي يبدأ يصحى بدري وشوية ماشي بقى وشوية تروع سلم في حاجة اسمها وققة هوم يعني اللي مش عارف ينزل يتحرك في السويدي في البيت كده في عندنا طرق عندنا حاجة ننزل نروح المشوار واليوتيوب مليان تمارين شكرا نيكا دكتورة دكتورة ماروانوح اشتركت او جارعي جاية نورتينا وشكرا جزيلا حضرتك